قند راسك واللغة العربية ويلا نبدأ البحث شنو العبارة هذي قند راسك علمنا يا القاموس المحيط قنده شنو يعني هو مقندون شنو يعني مقندون اي شراب او طيب عطر يختلط فيه خلط حلو فيذكر لك الكافور يذكر لك الزعفران يذكر لك المسك والكافور وهو المقصد خلط يرضي تمام إذا لما الواحد يقول قند راسي يعني خل مزاجي يمتزج مسجة حلوة أبقند أخلاط راسي ولما يروق الشراب تتساوى وتتناغم أخلاطه يعني حين انت عندك شراب خليت مقاديره مضبوطة راقت راقة الشراب يعني أخلاطه صارت مضبوطة مقننة صح فبالتالي المزاجها حلو يقول والله أنا مقند راسي وأنا رائق المقصد هو رائق أنه راقة أخلاط عقله وراسه ومزاجه وقند راسه طيب من الأساس لين الشر العرب يقولون قند ومقند من الكلمة المعربة وهي قند وهي عسل قصب السكر حينما يجمد عسل قصب السكر لما يجمد يسمونها قند ومنها أتت قندي كاندي إلى الإنجليزية حلاو كاندي نروح للغة الإنجليزية ونتأدب لما نسألهم وما نقول غصبا عنكم تعترفون أن الشرق أعلموكم لا 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 هم بنفسهم كاتبين بالإتمالوجيا كاندي أصلها قندي إذن قندنا راسنا معلومات لغوية أي سؤال أنا حاضر شكرا حسن المشاهدة